كتير من اللي بيمرسوا العدس سرية في مستقبل حياتهم مرشحين أن يصابوا بالوسواس القاهري لأنه بيحس أنه هو مش نظيف ولا طهر إزاي بقى نتعامل مع ملف الصعب ده وإزاي نتعامل مع أولادنا أول شيء التربية نربي أولادنا على مفهوم أنه هم مكرمين نربيهم على أصل التكريم وهو ده أصل مركزي في تحسين أولادنا أنه أنت مكرم طبعا يعمل لي إيه أنه مكرم لما يسمع أن مركز حياة الإنسان أنه إنسان أنه مخلوق كريم منين؟ من قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح وإيه اللي حاصل؟ فلما يحس أنه هو مكرم ويحس أن ربنا ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيله لما يحس أنه هو مكرم يعز عليه أنه يبتزن نفسه ويحول نفسه إلى آلة فالله سبحانه وتعالى أمرنا بستر العورات وحفظ الفروج لأن الإنسان مكرم وإنت كمان ما ينفعش تبقى آلة ما تنفعش تبقى سلعة ما ينفعش تحتقر نفسك ولذلك ربنا حفظ الذين هم لفروجهم إيه؟ الذين هم لفروجهم حافظون يبقى لازم نعرف يبقى أول حاجة أنه ويفهم أنه هو مكرم تاني حاجة بقى وانساعتهم دايما أنه ما يعيشوا في ده أنه احنا نحترمهم ونقدرهم وحدش فينا يهين أولاده لأن إنت لو هنت الولد هو حاسس بالإهانة فيروح يمارس شيء من اللزة على خلفية أنه هو مهان فوقفوا الإهانة لأولادكم عشان يمتنوا عنده وحسسوا أنه ليه إيمة الحاجة التانية الأسلوب اللي بيستخدمه ربي في تعرف أولاده على الله مهم جدا جدا اللي بيستخدم أسلوب التخويف للأولاد ويحسسهم أن ربنا سبحانه وتعالى هو الإله المتربص وأنه لو عمل أي مخالف هيرميه في جهنم بيخليه يستبيع فلما يستبيع يضيع منه الحياء من الله فبيخلي أولادنا ما يرجعوش لربنا سبحانه وتعالى من أقرب طريق هيرجعوا للمتربص بيهم واللي منتظر لهم على الغلطة لكن إحنا بنربي أولادنا على أن المدخل الحقيقي بينهم وبين ربنا هو المحبة الإيمان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه هو المحبة قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله فلما يحب ربنا وحدة وحدة كده مع الحب يستحي من الله فيبقى يدخل في دائرة الحياء ويركز على مسألة الحياء تالت حاجة إن إحنا نربيهم على إن أي شهوة ملهاش سلطان عليه مفيش حد زليل لشهوته بدليل إنه قادر يهزبها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه فأنت أقوى من شهوتك أنت راجل وتستطيع أن أنت تتحكم في ده وده شيء مهم جدا الأمر الرابع إن الرب أولادنا على الفرح بنعمة الله فنخلي أولادنا مليانين للفرح بنعمة الله ما عندهمش فراغ نفسي يكمل ولا يسد الفراغ دو بالعادة السرية لكن هو حاسس إنه مليان بالنعم فحاسس إنه ما عندوش حاجة يملأها ولا يعوضها يبقوا قادرين يشوفوا نعمة ربنا وقدرين يستثمروها في حياتهم فيدوقوا ويعيشوا المعنى الحقيقي بالسعادة وتبقى السعادة معنى مش السعادة لزة أكتر حاجة لازم نكرسها فأولادنا إن السعادة معنى واسع يملأ الحياة مش لزة وقتية ممكن يوصل إليها رقم خمسة كل ما كان في تقارب أسري كل ما ده بيحصنهم وبيساعدهم في التخلص من إدمان العدسة عايز أولادك يتخلص من إدمان العدسة السريع روحوا صالح مراتك روحوا وعودوا مع بعض كل أسبوع روحوا وخرجوا مع بعض الولد بيحس إن هو سعيد عنده الدمامين موجود بشكل طبيعي بيفرز لأنه شايف أبوه أمه في حالة سعادة شايف الأسرة في حالة سعادة في الدمامين إن لو كان محتاج له هناك بيعمل عشانه موجود وموجود بإيه من غير ما يبتزل نفسه فيبقى مش محتاج لهذه العملية رقم ستة ساعدوا أولادكم إن هما يكونوا يومهم فعال يكون يومهم لي قيمة بإن البرنامج اليوم عندهم يكون مليام بالأنشطة زي الرياضة بس ما تروحش تخلي أولادك بيعمل الرياضة عشان تهلكوا بلاش تهلكوا الأولاد لكن علموهم إنه يعملوا عمل تطوعي علموهم إنهما يساعدوا الناس علموهم إنهما يعرفوا قريبهم كل ده بيحسسوا بإنه إنسان حياته مليانة مش حياته فريغة الفراغ أكتر شيء يفتح الباب ويهدد الإنسان لإدمان العدد السري فلما يبقى يومهم مليان بالأنشطة ويومهم مليان بحاجات كثيرة جميلة يبقى عنده مصادر للسعادة مختلفة يوقف مصدر السعادة الكاذب ده رقم سبعة لما نواحظ إن حد من أولادنا بدأ ينعزل إيه اللي حاصل ومون طوي نحاول دايما إنه نحن يقلو بيئة اجتماعية يتواصل فيها مع الناس وندمجه رقم تمانية لو شعرتوا إن ممارسة العدد السري تحولت إلى إدمان عند أولادكم مهم جدا إن إحنا نلجأ لمتخصصين يساعدوا أولادنا في التعافي رقم تسع وده مهم قوي قوي لازم نمتني الأولاد ونحترمهم ونقدرهم وقد يكون عن طريق إشغال الفراغات بحاجات إيجابية تستغل أكتر بقى حاجة هنا بقى إنك تستغل نقاط القوة عند أولادك وتعيشهم في استثمار هذه النقاط للقوة ساعتها يخرجوا من كل ده إحنا محتاجين نراجع نفسنا وأولادنا عشان نشعرهم إن الحاجات اللي ممكن نشتغل بيها على تنمية المهارات عندهم ممكن تكون هي أعظم شيء للسعادة ربوا أولادكم على إنهم مليانين بالنور مليانين بالحاجات عودوهم على النجاح عودوهم على التأدير عودوهم على إنهم ناس مش إلا عودوهم على إنهم نعمة عودوا أولادكم على إنهم مش إلا عودوا أولادكم على إنهم نعمة وخليهم يستثمروا النعمة هتشوفوا أولادكم مليانين الدنيا نور وبركة وأخلاق وقيم وعتعيشوا آمنين ومطمئنين وعيشوا أولادكم كمان في أمان الله